اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى احترام القانون وهذا هو الحل ماكو غيره بالنتيجة اذا واحد يقول لك احنا نكون نسوفت شي بالقوة لا هذا ما يفيد لانه بالنتيجة القوة هاي ممكن انت تحرك هذا وذاك يحرك هذا وتخلص تخلص القضية بالدماء وهذا ابدا ما مرضي بالله سبحانه وتعالى دورات مجانية شنه دورات دينية مجانية طبعا قصدك الدورات الصيفية طبعا موجودة اول من تفلسفه هو الشيطان الرواية تقول اول من تفلسفه هو الشيطان اول وممكن استداء نص عندك ممكن واحد يدور لك على الباص عزيزي بالنسبة الى قضية احياء الموتى نحن نتحدث عن التوصيف ليس عن مجرد القدرة عندما نقول بان اليمام قادر على فعل بعض الاشياء هذا لا يعطينا الحق بان نصفه بالمشتق المشتق اللي هو مشتق هذا الفعل فقضية حصول مثل هذه الافعال من قبل بعض اليمة عليهم وفضل الصلاة والسلام مجرد حصولها ما يعطينا الحق في ان نقول عنهم انهم فعلوا ذلك وهم فاعلون لهذا الفعلين هذا مو عملهم اساسا يعني الان احنا هل نستطيع بان نقول بان عيسى هو خالق لا مع انه خلق عن ابراهيم انه خالق هذه الامور وان وقعت وحصلت وثبتت بالقرآن ولكن هذا لا يعني ان نقول عنه انهم هذا فعلهم لانه اساسا ليسوا ليسوا خالقين وانما هم اشخاص قاموا بهذا الفعل على سبيل الاعجاز والذي يقوم بفعل على سبيل الاعجاز يوصف بالقدرة ولا يوصف بالفعل ولا يشتق له اسم من الفعل اشتركوا في القناة